من القصص التي تدل على جلد العرب وقوتهم وذكاءهم ودهاءهم قصة أبو زيد الهلالي وكلنا نعرف أبو زيد الهلالي قصة أبو زيد الهلالي مع شوقته عليا وولد أخته عزيز بن وخالد عزيز بن وخالد برضه من الهلالات أبو زيد الهلالي يحب عليا لكن ما تهيأ أنه يعني يتزوجها ومع ظروف المطر والكلاء والجوع والفقر ارتحلت أبو زيد الهلالي ارتحل بربعه بديار بعيدة طلع عن الجزالة العربية كلها أبعد بعيد أبعد لدرجة أنهم يقولون من المشوار اللي بينه وبين مع شوقته عليا ثماني الليلة يقول فاجلسوا في ديار فيها يعني عشبوا فيها علشان حلالهم فبينما أبو زيد الهلالي وربعه جالسين بهالديار اللي كلها ربيع وكلها خير جاءهم رجال معه خبر قابل أبو زيد قال لي أبو زيد قال نعم قال أنا جاني علم أن عليا محبوبتك يا أبو زيد انزواجه بعد خمسة واربعين ليلة وأنها مغصوبة على الزواج ما هو بإرادتها مغصوبة على الزواج من رجل ثري ومليو قوي فحزت بخاطر أبو زيد يعني مع شوقتي عليا كيف يعني فأصر أنه يروح يشوفها لكن المشوار بين الديار اللي هو فيها وبين عليا ثماني الليلة فكيف بيقطعها بالمدة البسيطة هذه شوفوا يا أخوان دهاء العرب قام أبو زيد الهلالي علشان يختار الرحايل قام وجاب الرحايل اللي يبي يختارها للمشوار يبي له رحول صبور وسريعة فكان يختار من الرحايل اللي يجيبها ويحطها على بيوت النمل الناقة اللي تفز من النمل ما يطلعها برا الناقة اللي تصبر تصبر على النمل وقرص النمل هو اللي يختارها فجاب من النياق جاب من النياق جاب من الرحايل اللي يقول له ما اختار له ناقتين طلعهن على جنب قال هذولي أبيهن مضمرات من أحسن ما يكون قال أبيهن على جنب الآن يبي يختار له رجال شجاع وكتوم وصبور صبور على الموضوع هذا فقاعد يختار منه رجال يجيب منه أصدقائه لما طاحت عينه على عزيز بن الخالد فكان يجيب الرجل ويجلسه بجنبه ويحط كوعه عليه يحط كوعه يركي كوعه عليه أبو زيد متعمد يحط الكوعه وهذا الرجل يقعد يسولف معه فأي رجل يشتكي يقوم يكنسله يطلع من الموضوع يقول لا عزيز بن الخالد كان يرص كوعه على عزيز بن الخالد حتى انغرس الكوع عظم الكوع انغرس في فخدة فسال الدم وعزيز بن خالد ما تأوه ولا قال لا وكان يستمر فلما شاف الدم يسير من تحت عرف ان هذا هو الرجل اللي يبيه معه في مشواره وفي مهمته الخاصة طبعا عزيز بن خالد هو ولد أخت أبو زيد الهلالي يعني ما هو غريب عليها الشجاع خاله أبو زيد الهلالي فقلوا انطلق الرجلان انطلق أبو زيد الهلالي وعزيز بن خالد في مشوار سفر كان يطون الليل والنهار مع بعض يبون يقطعون مسافة ثمانين ليلة باربعين ليلة يعني انه خلاص ما بقى الا انهم يصلون للزواج قبل يقام الزواج يقول فانطلقوا وكان براسهم خطة بنفذون خطة يبي يخربون الزواج يقول فانطلقوا بأسرع ما يكون حتى ما مضت اربعين ليلة الا هم واصلين المنطقة اللي فيها يقولوا سبحان الله طاحوا على نفس ليلة الزواج قبل ما يدخل الرجال عند زوجته وعليا فقاموا لهم خيمة بعيدة عن الحية اللي فيها الزواج المناسبة هذه يقول فقام عزيز بن خالد شوف الدهاء يقول فقام عزيز بن خالد ولبس ملابس نساء تخمر خمار كامل تغطى وكل حاجة واخذ كرة صوف وخلى جزء من الخيط عند خاله ابو زيد الهلالي وفتر الخيط الثاني ومشى فيه كان يطلقوه طول الطريق يقول لما دخل عند المكان اللي فيها الزواج يقولوا دول نخش بوسط النساء لانه امرأة من ضمن الحريم هو عزيز بن خالد يقول لما وصل عند عليا فهمس لها همسا قال يا عليا أنا عزيز بن خالد ابن أخت أبو زيد الهلالي أبو زيد الهلالي إذا مسكتي هذا الخيط وتبعتيه تمينت تصلين له فكانت هي تحب أبو زيد يقول فدعت أنها تبي تقضي حاجتها فذهبت وانسل وراها عزيز بن خالد وأعطاها ملابس رجل قالها تلبس ملابس رجل وأخذ ملابسها ولبسها ورجع وتخمر على أنه هو العروس شوف كيف جراءت عزيز بن خالد على أنه هو العروس وتخمر كل الألة جارس بشقه ينتظر الزفاف دخول الرجل عليه ذهبت عليا تبعت الخيط ولبست ملابس الرجل وتبعت الخيط وذهبت لبو زيد الهلالي وأخذ عزيز بن خالد ملابسها وعاد إلى الشق علشان ما أحد يفقد عليا ولبس ملابسها وجلس فالشق حق الخيمة بانتظر دخول الرجل دخل الرجل العريس دخل كان يحب يتقرب من عليا لكن كل ما تقرب هذا عزيز بن خالد ما هو بلعب شال فيه عزيز بن خالد ضرب فيه وهذاك يعتقد أنها عليا وكل ما قرب شال فيه عزيز بن خالد ضرب فيه وكل ما قرب شال فيه عزيز بن خالد ضرب فيه ثلاثة أربع مرات لم أشك الرجل قال هذا ما هم مرأ هذا رجال هذا وطبعا خماره عليه ما طاح منه شيء فذهب زعلان العريس طلع من ليلة وزعلان فيقول قابل عجوز من عجائز الحي فأشك إليه الحال قال أنا والله كذا وكذا ما صار معي قالت اقطع باطن الكف من يده اليمين فإن كان رجلا نزفه حتى يموت وإن كانت مرأة لن يضرها شيء لأن العرق لك حل بالرجل باليد اليمين بالمرأة باليد اليسار فلن يضره شيء فيقول عاد الرجل من ليلته يقوله خنجر يقوله معظم من الجدال يقوله أخرج خنجر يقوله قطع استطاع أنه يقطع باطن الكف من الداخل على جرح عميق بيد عزيز بن خالد يقوله فخرج طابت خلاص طابت نفسه حتى لوهي مرأة حتى لوهي ما عارفش ما يبيها زهق الرجال زهق وراح يقول فالجرح عميق يقول فعاد عزيز بن خالد طلع الرجال يقوله عاد عزيز بن خالد إلى خاله بزيد يقول ولتقى مع عليا فقال يا عليا كده ما صار من كده ما صار اقطع يدك من الداخل جرح اجرح يدك من باطن يدك اليمين اجرحيه علشان ما أحد يشك أنه كان فيه رجل وعلشان ما تلوه يجع انشوه سمعتك يقول فقطعت يدها وعادت لبست ملابسها مرة ثانية وهو لبس ملابس الرجل يقوله في عادة الخيمتها والرجل عاد إلى خاله فذهب ابو زيد من بكرة ذهب ابو زيد الهلالي مع عزيز بن خالد وجرحوا بيده يقول عادوا ادراجهم إلى الدير لهم بعد ما تمت المهمة اللي هي ان عليا تبقى لابو زيد الهلالي بعد ما تمت المهمة طبعا الرجل طلقها ما يبيها خلاص لكن المشكلة النهاية المأساوية العزيز بن خالد عزيز بن خالد لفظ أنفاسه ومات في الطريق بسبب الجرح هذا القصة رواها الكاتب الله يرحمه يغفر له عبد الكريم الجهيمان في كتابه أساطير شعبية اعتقدنا في الجزء الثاني موجودة بعنوانها ابو زيد وعليا موجود عنوانها هكذا اللي يحب يتوسع فيها القصة فيها شعر وفيها قصيد وجميلة جدا أنصحكم بقراءتها وصلى الله مبارك والله سبحانه على أعلم